مزادات كريستيز مستقلة في الصين القارية الذي بات محورا استراتيجيا من محاور السوق الفنية العالمية ويفرض القانون الصيني قيودا على نشاطات دور المزادات الأجنبية ما يؤثر سلبا على الدور العريقة من قبيل كريستيز وصاثبز بالرغم من ازدهار النشاطات في هونغ كونغ ويحذر القانون خصوصا بيع التحف الأثرية مثل القطع الخزافية والمخطوطات القادمة لكنه يسمح ببيع المجوهرات والسعاد وزجاجات النبيذ وأعمال الفن المعاصر وسيضم المزاد المزمى عقده الخميس 42 قطعة لا غير من بينها زجاجات نبيذ معطق ومجوهرات ولوحات لرسامين صينيين معاصرين ولوحة لأندي وورهول وأخرى لبابلو بيكاسو